أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وخلال استقباله محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب أكد مدبولي إلى الرئيس السيسي اهتمامات بمسارات التعاون مع العراق الشقيق وأضف أن المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية أكسبت الشركة المصرية خبرة متميزة وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات مؤكدا جهزية مصر للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشور بشأنها من جانبه تقدم محافظ البنك المركزي العراقي بالشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا على دعم ومساندة العراق مبديا إعجابه بالتجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر